ماد نوات دايفينج للاستيار خلي بالك اي رياضة بتنتهي بال-ING باستخد محاها GO طيب زمن الجملة هنا شباب ماضي الماضي من جول هو WIND يبقى ماد وينت دايفينج السؤال اللي بعده برضو هان بقول لك احنا مش هنقدر نعمل ايه لان الجو مفهوش اي رياح طبعما رياح يبعز رياضة لها علاقة بالرياح اللي هي رياضة الوينت سيرينج السؤال اللي بعده كده بيقول لي I love going not to go down it's usually quiet خلي بالك الرياضة اللي ممكن نمارسها في النهر يا شباب هي رياضة التكديف الرياضة التكديف عندي اسمها السؤال اللي بعده كده بيقول لي and what is something you sleep in when you go camping camping يعني معناها دو عسكر لما بنعسكر او نخيم في مكان بننم فين يا شباب طبعا في الخيمة الخيمة اللي هي تنت سؤال اللي بعده كده بيقول لي they talk for days هما اخدوا اربع تيام to cruise the desert علشان يعبروا الصحراء it was difficult يبقى دي يا شباب اي صعبة هل يبقى دي رحلة طويلة رحلة طويلة اللي هي كلمة جيرني السؤال اللي بعده بيقول لي is going to not 43 days برضو نفس الكلام هنا 43 يوم يبقى يعز يقول استغرق يبقى كلمة take مع الوقت يبقى استغرق 43 يوم السؤال اللي بعده بيقول لي some tourists but the sea need not to show them the most important place خلي بالك السياح بيحتاجوا ايه عشان يعرفهم المناطق المهمة في البلد يعني بيحتاجوا guide اللي هو كتاب الارشاد السياحي سؤال اللي بعده بقول لي my father travels not 20 km to work every day خلي بالك برضو عايز يقول لك بيسافر حوالي 20 كم حوالي او تقريبي ان هو nearly بعد كده بقول لي they took a map to help them not their way through the desert خلي بالك هم بياخدوا معاهم الخريطة علشان تساعدوا عندنا مصطلح كده شباب اسمه find way اللي هو يجد طريق اللي هم يجد الطريق بتاعهم خلال الصحراء السؤال اللي بعده we enjoyed our week and we went not a boat trip خلي بالك احنا استمتعنا بعطلة نهاية الاسبوع we went not a boat trip كلمة boat trip اللي هي القارب بتاخد ON على القارب او في رحلة بالقارب السؤال اللي بعده my bags were heavy I couldn't not them so I asked my brother to help me انا يعني بقول لك الحقيبة بتاعتي كانت تقيلة انا ما قدرتش طبعا اشيلها او احملها لكن متكاري بعد كده بيقول لي the sport of zip lining looks not عندنا رياضة شباب اللي هي رياضة الانزلاق بالحبل دي تبدو رياضة مخيفة عايزوا لي يبدو مخيف اسمها look scary بعد كده بيقول لي he is going to travel not وجايب لي بعد النقط تاريخ كامل الشباب طالما تاريخ كامل اليوم والشهر يبقى على طول بستخدم معها ON لكن لو جايب لي الشهر بس بستخدم ان طالما في عندي اليوم بالشكل ده يبقى ON وكمل بعد كده الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا جزء السئلة الخاص بالقواعد السؤال الاول عندي بيقول not going to travel home by pass after school خلي بيقى لك بقى ده سؤال في زمن المستقبل اللي عرافت بنوع المستقبل عشان going to والمصدر طب القاعدة بتاعتنا بتقول ايه تقول له سؤال لازم يبدأ ب are لكن you دي ما تنفعش طيب هنا are you طبعا دي تنفع بعد كده do you دو ما بيجيش معها go do be go run فعلي في المصدر وطبعا you ما تنفعش لان ده سؤال لازم يبدأ ب are what are you going to not tomorrow خلي بيقى لك بردو هنا بيسأل عن حاجة طيب هي اصلا going to قاعدة ثابتة كده بيجي وران فعلي في المصدر طبعا المصدر يبقى استخدام كامة where اللي هي يرتدي المصدر يعني السؤال اللي بعده بيقولي I am not to buy that phone it's too expensive خلي بالك التلفون ده غالي جدا طبعا غالي يا شباب يبقى هو مش هيقدر يشتري يبقى هنا محتاج ينفي في زمن المستقبل طيب بان في المستقبل به بان في not يبقى هنا I am not going to المصدر اللي هو buy بعد كده بيقولي هنا where going to study خلي بالك برضو هنا انا عايز is or are طيب الفعل عندي هنزل الاجابة عندي where are you هي دي اللي تنفع لي لان الادات استفهام بيجوارها فعالي مساعد بعد الفعل يبقى where are you السؤال اللي بعد كده هنكمل مع بعض بيقولي هنا are you going to meet Sarah قالوا في الاجابة yes حاجة خلي بالك لما يكون الاجابة yes بعكس بقى الفعل المساعد مع الفعل طيب اللي هو هنا هتحول لي يا شباب لان السؤال هنا في سيرة الجامعة طيب وي بيجي معها are فالاجابة عندي هتبقى we are اللي بعده بيقولي what are you not do next Saturday خلي بالك ده سؤال برضو في المستقبل جايب لي are وجايب لي do كل اللي هو محتاجه مني في المستقبل going to يبقى اقوله are you going to do اللي بعد كده بيقولي we not have a party next Tuesday برضو خلي بالك الفعل عندي هنا جاي في المصدر اللي هو have ركز كده معايا هي خطوات بيكون عندي am و is و are going to والفعل في المصدر طيب انا عندي الفعل we والفعل في المصدر هافي بكل انا محتاجه طالما الفعل جام are going to والمصدر موجود عادة في الكمل اللي بعده I am going to نقطة my friends for dinner خلي بالك برضو هنا عندي I am going to خلاص دي سهل بقى لي do بيجي معرفة الفعل في المصدر اول ما شوفها هحط له مصدر مصدر من يقابل اللي هو meet السؤال اللي بعده بيقولي هنا what not at the weekend خلي بالك ده سؤال برضو في المستقبل زي ما اتفقنا اداة السفهان بيجوارها فعلة مساعد الاول بعدين going to فعلة مساعد عندي are you going to المصدر اللي هو do السؤال اللي بعده بيقولي هنا we not have a holiday this year برضو نفس الكلام دي جملة عادية قالو في الايه اخر we don't have enough time for it. ما عنديش وقت كفايل كده طالما عندوش وقتها شباب يبقى هو هنا محتاج انه ينفي هينفي هينفي ازاي طيب we دي جامع are والنفي بتاعها aren't وبعدين going to يبقى انا مش هقدر اروح الاجازة علشان خاطر انا ما عنديش وقت كافي يبقى aren't going to بعد كده بيكون عندي سؤال correct سؤال اول بيقولي هنا i am going to جيب لك المتبوت طيب بوت دي مصدر لا اتفقنا going to لازم وراها المصدر يبقى بوت هترجع للاصل بتاعها بوت اللي هي اشتراه في الماضي يشتري اللي هي buy المصدر من بوت باي السؤال اللي بعده ولي mary going to phone طيب الجملة دي مسبوطة الفعلة جايب في المصدره يتصل طيب هنا going to عايز حاجة قبله is or are طيب ماري دي مفرد يبقى كان المفروض يقولي is going to يا مستر هي لو is اتشارت غلط اه طبعا مهوم فرميشن بحفظه am is or going to والمصدر اللي بعده بيقولي هنا we are going جيب لي do طبعا برضو هنا نفس الكلام الشباب عايز we are going to شيء اللي حتة كده صغيرة عشان مطلق بط فيها انا كل علي ان انا احطره to do المصدر اللي بعده بيقولي isnt go طبعا isn't going to والمصدر لانه في go to stay طبعا ما بنفعش نعايز اقول stay دي فعل في المصدر فقوله going to stay اللي بعده بقولي what عمر is going to طيب ده السؤال يا شباب خلي بالك في السؤال بحط الفعل مساعد قبل الفعل هنا اقوله what is عمر كل علينا انا هبدل عمر معايز وقوله what is عمر الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيكون عندي exercise على الدرس الاول والتاني بيبدأ معايا بسؤال الدارق خلي بالك سؤال محادثة سؤال مهمي جدا اهم حاجة تقرر محادثة كلها على مهلك والترجمة قبل ما تبدأ التحل المحادثة بتاعتنا شباب لو عراء بتكلم تمارا بتقولها what are you going to do this week in tomorrow يعني بتقولها ايه اللي انت هتعمليه في عطلة نهاية الاسبوع فهترد عليها تقولها I am not to see a new film Add ديانة سينما خلي بالك بقى هي بتقولها انا هتفرج على فيلم في صغة المستقبل طيب انا عندي في الاجابة I am طبعا يتحولت الام وعندي to see اللي هي to والمصدر يبقى الناس عندي حاجة واحدة للمستقبلة شباب هي عرفتوها اللي هي going يبقى I am going to انا بعمل formation على بعض لارة اتلاها have you not yet بتسألها عن حاجة اتلاها في الاجابة no I am going to get that tickets يبقى بتسألها عن التساكر بتقولها هل انت بقى حجستي او معاكي يعني دساكر الحفلة دي او الفيلم ده فهنا ممكن تقولها have you got بتيب تصدر التالت عشان have وتقولها the tickets بتسألها عن التساكر فها اتلاها no I am going to get يعني انا لسا ما حاجستش وبدأت تقولها حاجة طارت عليها عارض بتقولها would you like to come ايه رأيك ما تيجي معنا احجزلك بالمرة يعني فها اتلاها oh thank you that would be nice يعني دي هتبقى حاجة كويسة جدا فها اتلاها اوكي I will get you a ticket to يبقى انا كمان هحجزلك انت كمان معنا فها اتلاها great عظيم وسألتها سؤال the film start معرفش طبعا هقرى الاجابة عشان اعرف السؤال هتلاها at eight o'clock خلي بالك ده وقت طالما وقت يبقى اسأل when بتقولها انت الفيلم هيبدأ يبقى بتقولها when the film start هتلاها يبدأ الساعة تمانية وبدأت بتقولها but we not all going to meet at seven point fifteen خلي بالك بردوان عندي هنا going to meet اللي هو الفعل في المصدر يبقى we جامع يبقى عايزة ايه are يبقى كل عليها ان انا حقق زمن المستقبل we are all going to يعني كلنا هنتقابل الساعة سبعة اوروبا فقالت لها okay I will not you there اكيد بتقولها يعني انا سوف اراك انا هشوفك هناك فهاتقول لها I will الفعل في المصدر اللي هو see اللي بالك بردو بيجور الفعل في المصدر فتقول I will see فهاتت لها that's fine السؤال اللي بعده بيكون عندي سؤال اختياري سؤال اول بيقول لي is a kind of water sport خلاص انا عرفت كده water sports دي اسمها الرياضات مائية ايه بقى اللي بتحت ذوي الرياضة مائية اللي هي السايلينج اللي هي رياضة البحار اللي بعد بيقول لي when we go camping لما بنعمل camping we usually sleep in a mout احنا دايما بنام فين طبعا في المعسكرة شباب بيكون انهم في الخيمة اللي هي معناها tent بعد كده بيقول لي is a mountain sport طيب رياضة بتمارسها في الجبل رياضة جبلية طبعا برافو عليكم اللي هي اسمها rock climbing ايه هي rock climbing تسلق الصخور السؤال اللي بعده بيقول لي is a long trip from one place to another خلي بالك رحلة بقى انت بتمشيها من مكان لمكان اخر طبعا رحلة طويلة خلي بالك كمية long دي بتخليك تختار هنا journey اللي هي ايه معناها journey اللي هي معناها رحلة طويلة السؤال اللي بعده بيقول لي هنا we went to sinai and stayed with noad خلي بالك بيقول لك احنا رحنا سينا وقعدنا عندي مينة عائلات ايه اللي بتعيش في سينا where they live حيث وتعيش طبعا اسمها العائلات البدوية كلمة بدوي اللي هي بدوان ايه اللي بعده بيقولينا i can't knot this box it's heavy خلي بالك عايز ولك انا مش قادر اشيل السنو ده هو تقيل جدا طبعا يحمل اللي هي كم تكاري صفحة اللي بعده كده نكمل مبعض السؤال الاول فيها عندي بيقول a knot is cold the ship of the desert ايه اللي بيسميه سفينة الصحراء because it doesn't drink for long علشان هو ما بشربش الفترة طويلة طبعا شباب سفينة الصحراء اللي هي الجمل كلمة الجمل عندي اللي هو camel السؤال اللي بعده بيقولي هنا is he going to not Spanish خلي بهلك برضو going to بيورها الفعل في المصدر تاني لا نحتاجه يبقى هنا المصدر هو يتعلم بدون اي اضافاته يبقى اسمه learn اللي بعده بيقولي هنا we not going to have برضو أنا عندي going to والمصدر اللي هو have يبقى هنا محتاجه يا شباب ابص على الفعل الفعل عندي اللي هو we we دي اصلا جامع طالما جامع يبستخدم are going to على مهلك كده وحل بالراحة السؤال اللي بعده is Tony not to travel by train طيب برضو ده سؤال في المستقبل اشوف اللي ناص عندي عندي is وعندي to والمصدر يبقى going to travel is Tony going to travel بعد كده بيكون عندي سؤال correct خلي بالك سؤال مهم جدا هنا بيقولي i وجايب لي r طبعا i ما بتخدش r خلاص i am دي سبتة دي سوابة ما تتغيرش يا شباب يبقى هنا اقوله i am not going to اللي بعده بقولي that journey going to برضو انا عايز حاجة قبله going to خلي بالك قولنا الفاعل وبعدين is وبعدين going to المصدر يبقى قوله is going to start بعد كده بيقولي what is she going to خلي بالك برضو going to بيقرر الفاعل في المصدر طيب try D ما تنفعش انا عايز المصدر منها اللي هو try ال i e d هشيلها وارجع على y تاني السؤال اللي بعده يقولي you are going to وجايب لعلم الاستفان في الاخر لا ده سؤال يبدأ بال are يبقى كل علي ان انا هعكس فهنا اقوله يا شباب هقوله are وتعمل a capital are you بعد كده بيكون عندي سؤال براجراف السؤال ده محلول في اخر الكتاب in the morning it's going to be a خلي بالك انا بيقولك يعني مفيش اي شمس يبقى الجوه اكيد هيبقى غائم ايز اقولك غائم او مليء بالصحب اللي هي كلمة طبعا لشباب لما يكون no sun in the morning وفي الشمس الصبع الجوه ممكن يكون كلاودي السؤال اللي بعده هنا عندي complete has not on time خلي بالك الرجل ده كان عنده تحدي معين فهو عايز ولك اكمل التحدي بتاعه اللي هي كلمة challenge يعني معناها تحدي السؤال اللي بعده ولي when i travel to london i bought many not of interesting places there خلي بالك لما انا روحت للندن وقل كده يعني i bought انا اشتريت العديد من ايه للاماكن الشيقة طبعا الاماكن دي بيكون في حاجة شباب اسمها postcard يبقى ممكن يشتري من هناك حاجة اسمها postcards يبقى هو في لندن اشتري postcards اللي بعد كده بيقول لي هنا when i wash my face i use my own not to dry it خلي بالك بقى الجملة دي بيقول لك لما غسلت وشي انا استخدمت ايه علشان اجفف او انشف وشي طبعا بينشف بالفوته يا شباب كم الفوته عندي لكن tall سؤال اللي بعده بيقول لي هنا خلي بالك بقى بيقول لك هنا اسناني بتقلمني انا محتاج ان انا طبعا عايزي تعرض على دكتور الاسنان طبيب الاسنان اسمها دنتس كده بيقول لي هنا خلي بالك عايزي يقول لك ان هو زعب حول العالم عندي مصطلح اسمه اللي هي نمبر اي يبالي اجابة عنده يا شباب هتكون نمبر اي اللي هي كلمة وخلي بالك ده مصطلح على بعضه كده بتحفظه على مهلك كلمة اسمها الاجابة هتبقى نمرة اي اللي هو اول اختيار السؤال اللي بعده بيقول لي هنا خلي بالك بيقول لك هنا طبعا عندي مصطلح برضو يا شباب اسمه يبقى دافئ يعني يبقى هو قعد بجوار النار يعني عشان يفضل دافئة السؤال بعده برضو هنا عايز يقول لك ان جدتي دايما بتحكي لي او تخبر لي قصص اللي كم التالس التالس السؤال بعده يقول لنا نقاط always travel on railway lines خلي بالك الوقت السكاء الحديد طبعا من اللي هي مش عليه اللي هو القطارات السؤال بعده بيقول لي the buses cars and the trains are all kinds of خلي بالك كل دول انواع من انواع اي يا شباب طبعا من انواع المواصلات وسائل المواصلات عندي اسمها transport السؤال اللي بعده بيقول لينا we wear sun glasses بنلبس نظارة شمس to not our eyes from the sun علشان نحمي اعيوننا يحمي يعني اللي هي protect to protect يعني يحمي السؤال اللي بعده فلس نقاط a challenge to travel around the world in just 80 days طبعا برضه شباب هو عايز اقول لك يعني اخذ التحدي بتاعه اللي هي من takes يبع عندي take اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا جزء السئلة الخاصة بالقواعد السؤال اول عندي بيقول I didn't buy this cake I made it a بيقول لك يعني انا مشتريتش الكيك دي عايز اقول لك انا صنعتها بنفسي طبعا طبعا انا I بيجي معها myself اللي هي معناها بنفسي يبقى هنا I made it myself السؤال اللي بعده the birds sleep in caves to protect not from eagles طبعا الطيور دي جمعها شبابي يعني عايز اقول لك هما يعني بأنفسهم يحموا أنفسهم يبقى الطيور بتنام في الكهوف علشان تحمي نفسها يبقى كلمت زمس اللي هي معناها أنفسهم السؤال اللي بعده Sarah has a jacket to keep not warm طبعا سارا دي بنت اللي هي أصلا كما كانها she يبقى استخدم معها herself يبقى هي بتتدفئ نفسها يبقى herself السؤال اللي بعده Radwa is a baby she is too small to eat هي لسه صغيرة أنها تكل بنفسها يبقى she بيجي معها زي ما اتفقنا herself يبقى هتبقى عندي herself السؤال اللي بعده don't help us that Jim and I can paint the car خلي بالك لما يكون عندك I في الفعل يبقى والجامل الى اتنين جامع يبقى نحن اللي هي ourselves اللي هي مكانها أصلا وي تاخد ourselves يبقى بأنفسنا هنغسل السيارة بأنفسنا السؤال اللي بعده يقول لي هنا my brother could ride a bike why not when he was for طيب my brother ده أصلا كما كانو he ضميره ضمير من عكس بتاعه اللي هو himself كل القاعدة دي حفظ لازم تحفظ السؤال اللي بعده ولي Sarah and Choon مع بعض bought some ice cream for الفعل عندي هنا شباب جامع اللي هو زي اصلا فعايز اقول بأنفسهم يبقى themselves السؤال اللي بعده بقول لي the cat cleaned not and then it cleaned the kittens طبعا شباب القطة دي غير عاقفة باستخد معها itself يبقى هنا اقول له the cat cleaned itself السؤال اللي بعده mona and علي خلي بالك دول اتنين هم جمع اللي هما اصلا themselves i am not going to do the homework for you you have to do it خلي بالك you have اللي هي you يبقى yourself خلي بالك من الجزء دي هنا بقول لك you have انت يجب عليك انك تعمله بنفسك يبقى yourself السؤال اللي بعده كده سؤالي كوريكت هنا بقول لي my brother fell off his bicycle and hurt him برضو خلي بالك بقى هنا my brother دي اصلا ما كانها المفروض يكون he طيب ضمير من العكس بتاعها اسمها شباب himself مش him يقول لك هنا انه سقط من على الدراجة واذا نفسه او جرح نفسه يبقى himself اللي بعدها بيقول لي we can't finish the work by themselves طبعا ما عندي في الاخر يبقى كان المفروض الفعل يبقى they لان they لان they يعني بقى انفسهم حيزهم ليه they السؤال بعده that robot is amazing it can't fix himself برضو يا شباب هنا بقول لك انه الروبوت ده غير عاقل وستخدم معه هنا it يبقى طبعا ضمير من العكس بتاعه اللي هو itself لازم تحفظ ضمار الفعل 7 اللي هو i we use a كلهم يا شباب السبع دول لهم 7 ضمار من العكس لازم تحفظ ده بيجمعي الفعل عندي هو اللي بيقص الموضوع did you and tamer enjoy yourself on your holiday خليبانك هنا بقى بيقول لك انت وتامر مع بعض يبقى هنا يا شباب لا ينفعش ان نستخدم yourself المفرد ايز اقول yourselves اللي يبقى انفسكم بنفسكم انتو الاتنين السؤال بعده i often talk to himself when i am angry طبعا ما شبقى himself يا شباب لان i يبقى انا بتكلم عن نفسي بقول i myself اللي هو يعني myself السؤال اللي بعده please don't make you feel at home خليبانك هنا عندنا مصطلح اسمه make yourself يبقى شباب هو هنا بيقول له make yourself بيكلمه هو يعني طبعا بقال له please don't يبقى بيقول له make yourself الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندي exercise على الدرس الثالث والرابع بيبدأ معايا بسؤال listen خلي بالك سؤال نص الاستماع هو سؤال سهل جدا عبارة عن قطع صغر كده بتسمحها في الامتحان من خلال انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قد مات دي يعني الاجابات دي بتحلها من خلال القطع بتسمحها في الامتحان طيب نحل السؤال ده بسرعة ليه لان السؤال ده اصلا القطع موجودة في اخر الكتاب وهو بيكون محلول في اخر الكتاب سؤال بعده سؤال اختياري هنا بيقول لي خلي بالك بقى بيقولك انت لا تستطيع ان ترى ما بتقدرش ترى كويس يبقى جو بيكون في ضباب جو غائم او في ضباب اللي هي كلمة فاجي مضباب يعني سؤال بعده خلي بالك برضو حاجة فوق الجبل بكلونها ابيض كلها طبعا دي الجليد كلمة الجليد اللي هي سنو سؤال اللي بعده كده بيقول لي خلي بالك انت نحن ولا نستطيع ان نبحر بسبب ان ما فيش رياح بيقول لي نو ايه اللي هي معناها الرياح السؤال اللي بعده طبعا شباب عايز يقولك يعني هو ارتدى ملابسه وخرج طبعا ارتدى اللي هي اسمها put on على بعضها كده put on his clothes السؤال اللي بعده it's dangerous to go sailing when it's not خلي بالك خاطر جدا انك تبحر when it's a لما يكون في عاصفة كلمة عاصفة او الدو يكون عاصف يعني ستورمي السؤال اللي بعده بيقول هنا to restless السياح like not photos by the pyramids طبعا عندنا مصطلح اسمه take photo يتخذ الكثير من الصور طيب like بيقرار فعل من ضف الing فبقول له like taking photos بياخدوا كثير من الصور السؤال اللي بعده بيقول هنا people wear sunglasses to protect their eyes not the sun برضه يا شباب خلي بالك علشان يحموا اعينهم من الشمس عايز يقول لك هنا protect their eyes from the sun السؤال اللي بعده she didn't tell him i told him ايه خلي بالك شي هنا بيقول لك يعني انا اخبرت ايبه هنا يا شباب بيقول كلمة ايه كلمة myself i myself i told myself اخبرتوا بنفسي يعني الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول عندي فيها بيقول that children enjoyed خلي بالك الدمار المعاكسة دي لازم تحدد الفعل كويس جدا الفعل هنا اللي هو الاطفال الاطفال دي يا شباب جامع اللي هي اصلا مكانها they يبقى يقول لك themselves انفسهم يعني السؤال اللي بعده she always looks not in the mirror طبعا عايز يقول لك هي دايما بتنظر الى نفسها في المرآة خلي بالك ينظر الى اسمها look at وهي بنت يا شباب يبقى herself يبقى هنا اختار كلمة at herself يعني بتنظر نفسها في المرآة يبقى at herself السؤال اللي بعده سؤال correct السؤال الاول عندي بيقول هنا the dog الكلب came home by himself طبعا الكلب ده غير عاقل مفعش اقول لك اجيب نفسه يعني لازم اقولها itself يعني الحاجات الغير عاقل هي it ضمرا مع عكس بتاعها itself فانا اقوله the dog came home اتى الى البيت بنفسه by itself السؤال اللي بعده يقول هنا did gada do the homework by yourself طبعا غادة دي بنت اللي اصلا مكانها شي يعني مفعش ان اقول yourself لكن اقول herself اللي هي بنفسها لازم احفظ الضمرا مع العكس دي كويس جدا السؤال اللي بعده يقول لي i introduced me to my new neighbor خلي بالك هنا شباب مفعش استخدم myself يبقى i introduced my self to new neighbor اللي هي غاري جديد السؤال اللي بعده our father decided to repair the car herself طبعا our father ده راجل فانا يقول لك بنفسه يبقى himself يبقى قرر ان هو يصلح العربية بنفسه السؤال اللي بعده كده سؤال طبعا نكون محلول في اخر الكتاب بجوار الشاطئ كلمة بجوار يا شباب ممكن تكون عندي كلمة by السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ماهر يعني ماهر بيسأل كريم انه يلاقي اي صور لهم خلي بالك بقى ما تطلق بطش في طلب كتير هتاخد by themselves by themselves يعني بأنفسهم أنا هنا شباب عايز هو يلاقي صور لهم يبقى اسمها of themselves يبقى اختار كلمة of السؤال اللي بعده بيقول لي بعد كده ماهر wants to not a special present for his granddad يعني ماهر بيجهز هدية خاصة لجده طبعا الشباب عندي كلمة يعد او يحضر او يجهز وهي كلمة make make present السؤال اللي بعده بيقول لي my sister was excited not the present i gave her on her birthday خلي بقى لك بقى هنا عايز يقول لك مصرورة جدا للهدية اللي هي كلمة excited about it السؤال اللي بعده بيقول لي هنا شباب we go to the not when we want to read box برضو هنا بيقول لك احنا ذهبنا الى ايه عشان نقرأ الكتاب طبعا راح المكتبة شباب الكتاب اللي هي كلمة library السؤال اللي بعده بيقول لي i like tennis so i want to not tennis lessons خلي بقى هو بيحب لعبة التنس كويس جدا لذلك هو عايز طبعا يحضر او يبقى عنده حصص تنس كتير اللي هي كلمة have lesson السؤال اللي بعده بيقول لي i would not watch a football match on tv انا افضل مشاهدة كرة القلب يبقى هنا شباب انا افضل اسمها i would brother السؤال اللي بعده ولي cars trains and ships are not of transport طبعا السيارات والقطارات والسفن دي كلها من اشكال او وسائل المواصلات ليس مع forms السؤال اللي بعده بيقول you should not other people's opinions طبعا لازم ويجب انك تحترم اراء الناس كلمة تحترم اراء الناس الاخرين تحترم اللي هي respect السؤال اللي بعده i put all my photos in a photo a خلي بالك انا اضطت كل الصور بتاعتي فيه طبعا عايز يقول لك البوم الصور السؤال اللي بعده بيقول لي i am looking not to see you again خلي بالك بيقول لك انا متطلع ان انا اراك مرة اخرى يتطلع الى اسمها i am looking forward سؤال اللي بعده بيقول لي i am waiting for a reply not to you طبعا شباب انا منتظر ردك a reply from you يبع عندي هنا تبع reply from صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بتبدأ معي بسؤال ذلك سؤال المحادثة خلي بالك سؤال المحادثة لازم ترى محادثة اقول لها على مهلك والترجمة قبل ان تبدأ تحل هنا عاصم بيكلم حياتم بيقول would you like to do something with me this weekend طبعا وضح انه بيقترح عليه اقتراح الشباب يعملوه خلال الاسبوع طيب المحادثة اللي كلها بتتكلم عن اساليب الاقتراح حاتم قال له sure بالتأكيد او بالطب what shall we do بدا يسألوه قال له في الاجابة i don't know انا لا اعرف do you have any idea هل انت عندك اي افكار فطبعا هنا هيبدأ يقترح عليه اقتراح ابص في الاجابة لقيته لنقط طيب عند الفعال هنا الشباب جاي في المصدر طب الفعال جاي في المصدر يبع عندي اسلوبين للاقتراح ممكن اقول له مثلا shall we وممكن اقول له why don't we لما لا يعني يعني نرى فيلم او نشاهد فيلم why don't we see a film قال له عاصم that not great طبعا دي تبدو فكرة جاية عندي كلمة تبدو اللي هي sounds that sounds great تبدو فكرة رائعة which film shall we see ايه فيلم اللي احنا يجب ان احنا نشوفه او ممكن نشوفه يعني فحاتم رد عليه وقال له not see spider man 3 يبقى بس بيقول له على الفيلم برضو هنا اقتراح فيقول له let's see عندي طبعا في الاخر الجملة في نقطة فطالما في نقطة بقول له let's see لان ده مش سؤال يعني يلا بدينا بقى نتفرج عن الفيلم ده I would not not I don't like that film واضح انه ما بحبش الفيلم ده فيقول له انا لا افضل هذا الفيلم اللي يسمع I would rather وقال له ان انا محبش الفيلم ده قالوا well let's watch another one يلا بدينا نتفرج على فيلم ثاني قال له عاصم في الاجابة حاجة وقال له sing خلي بينك بقى لما تلاقي الفاعل اللي جاي لمضاف ING يبقى الاقتراح هنا لازم يكون بحاجة من اتنين اما how about اما what about اللي هي ماذا عنه يبقى انا اقوله what about sing وبدأ يقوله airplane اللي هي طبعا فيلم ثاني صفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض بيكون عندنا اكسرسيز على الدرس الخامس وبيبدأ معايا بسؤال ده لك سؤال المحادسة خلي بالك سؤال المحادسة لازم تترى محادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ التحلل هنا شباب اخ بيكلم اخته فبيسألها سؤال وبيقولها what shall we do بيسألها يعني هنعمل ايه فهواضح انها تقترح عليه حاجة وقال له play table tennis خلي بالك بقى لما يكون الجملة دي اخرها نقطة يبقى ده مش سؤال طالما من السؤال يبقى اقترح بlets لاتس يبقى الراحة في المصدر يعني هيا بنا او يلا بينا يعني فقال له let's play فارد عليها لا انا مش جايت للاعبة دي فاخته قالت له حاجة وقال له watch tv اكيد اقتراح تاني واخره على متسفهم يبقى هنا ممكن تقول له مثلا shall we عندنا هنا بسأل shall we او why don't we فهنا تقول له shall we watch tv اللي اوكي good not طبعا good idea يعني فكرة جيدة good idea وبدأ يقول لها let's watch ad james point film بدأ يقترح لها اسم الفيلم اللي هي اسمعه فاخته قلت له no i don't know his film طبعا هي عايز تقول له انا لا افضل هذا الفيلم فها تقول له او لا احب فتقول له i don't like his film فاخوها لها حاجة وقال لها watch high school musical وبدأ يقترح لها اقتراح برضو قلت له yes i love music يبقى هنا ممكن تقول له لما لا اللي هو ايه يا شباب اللي هي why don't we يبقى يقول لها why don't we ليه لا يعني لما لا نشاهد يبقى why don't we السؤال بعد كده هو السؤال الاختياري السؤال الاول عندي هنا بيقول لي what not going wind surfing زي ما انت فعلنا عندنا حاجة اسمها what about ترى ما الفعل جاي اخر وان جي بدأ اقتراح what about يعني ماذا عن رياضة الwind surfing بعد كده ماهر and kareem can not wind surfing or diving يعني برضو عندي هنا كلمة يجرب او يحاول يبقى ماهر و كريم بيجربوا رياضات دي اسمها try السؤال بعده watching action film makes me feel not i love them خلي بالك الافلام دي بتخليني يبقى متحمس اللي هي excited i love them انا بحبها جدا بعد كده بقول لي can you show me your photo سارة طبعا بيسالها سؤال هل ممكن تعرضي لي البوم السور بتاعتك فتقول لها photo album السؤال البعده بيقول لي we should not a nice present for our mother برضا شباب هنا كلمة present بيجمعها make present يبقى يعني يجب ان احنا نحطر او نجهز هدية رائعة يبقى make a present السؤال البعده he lives not the beach he always goes swimming خلي بالك برضو هنا هو يعيش بالقرب او قريب من الشاطئ لانه دايما بيذهب للسباحة بالقرب او قريب اللي هي كمتنير السؤال البعده بيقول لي i not a cup of tea prepared by my sister طبعا شباب انا اخدت cup of tea كبير من الشاي اللي هي i talk صبحة البعده عندي بيقول don't help us dad sama and i can watch the car why not خلي بالك عندي sama and i دي اللي هي اصلا وين نحن احنا اتنين يعني نحن يا شباب عطول ourselves بانفسنا وانا ضمارة معكسة لازم نحفظها جدا السؤال البعده بولي هي ما بتعرفش تأكل بنفسها لان الشي يا شباب عايزة لازم نحفظ بقى النشي بيجي معها كلمة herself السؤال البعده خلي بالك برضو هنا كلمة يعني بقولك لو انت مش هتعرف تحل التمرين ده بنفسك اللي هي سؤال اللي بعد كده عندي سؤال خلي بالك اربع نقط عليهم اربع درجات كل عليك انك انت هتشيل الكلمة الغلط دي وتكتب مكانها كلمة صح هيقول لي طبعا انا شباب كلمة وي مايكات دي غير عاقل طبعا ما غير عاقل ما استخدمش معها استخدم معها صغرة بتسمحها من خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي يعني الاجابات اللي انا بحلها قدامك دي كلها ما بتحلهاش من تماغك بتحلها من قطعة بتسمحها في الامتحان طيب بنحله بشكل سريع ده ليه لان السؤال ده بيكون موجود في اخر الكتاب نبدأ نشغح السؤال اللي بعده السؤال الدالب اللي هو سؤال المحادسة اعمل حاجة طبعا انك ترى المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل انك تبدأ تحلم هنا ماهر بيكلم مصطفى فبيقول له هاي مصطفى بيسأله سؤاله بيسأله يعني هل انت حابب انك تخرج بعد العمل فقال له حاجة وقال له why not لما لا what shall we do يبقى اكيد هنا موافق فأكيد هيقول له sure يعني معنابة الطبع او التأكيد بيقول له ايوة ليه لأ اياني وببدأ يسأله هنعمل ايه قال له I don't know انا لا اعرف what do you have in mind بدأ يسأله وهو فبيقول له على اقتراح بصوا في اخر اقتراحة لعلامة استفهام طبعا مع علامة استفهام ابص على الفعل جاي في المصدر اللي اخره ING اخره ING بمعنديش اللي what about يعني بيقترح لي بكلمة what about او how about لان دي اللي بيقى وراها فعلا بضف له ING بقول له ايه رأيك بقى في مشاهدة الافلام يعني قال له I'm not sure about that how about eating at the new restaurant ايه رأيك بقى ناكل في المطعم الجديد احسن قال له that that sounds like a not idea طبعا عندنا حاجة اسمها a good idea اللي هي معناها فكرة جيدة او فكرة رائعة يبقى نقول له كلمة good idea بعد كده الشباب هيبدأ يكلموا عن المطعم وقال له ماهر وانا كمان عارفني دي فكرة كويسة بقول له someone told me it can be hard to get a table يعني صعب اننا نلاقي تربيزة فى المطعم ده so لذلك نقاط go out early عايز يقول له طبعا شباب لذلك يجب علينا بقى اننا let's يلا بينا نروح بدريان هنا بيقترح بارد اقتراح let's والمصدر اللي هو let's go out سؤال بعده هنا مصطفى قال له حاجة but if we can't get a table we are going to watch the movie طب لو ملقناش بقى يبقى احنا نتفرج على التلفزيون قال له that's good a يبقى طبعا شباب وبدأ يقترح عليك اقتراح تاني بممكن نقول له shall we meet in front of the restaurant يبقى هنا بدأ يقترح اقتراح تاني قال له sounds good i will see you then السؤال اللي بعد كده الشباب بيكون عندي بقى سؤال القطعة سؤال على ستة درجات سؤال مهم جدا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما اتفقنا يا شباب سؤال القطعة سؤال مهم جدا اهم حاجة في سؤال القطعة انك تقرأ القطعة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأ التحل هنا سيبك توقف الفيديو دقيقة ترى القطعة فيها على مهلك لو في حاجة وقفت معاكم في القطعة اكتبها لي في التعليقات سؤال الاول عندي هنا بيقول لي متى الكاتب ده ظهر سيوا فطبعا في القطعة برضو بقول لي خلي بالك انا ما بجوش من دماغي بجوش من خلال القطعة هترجع للقطعة تاني وتقرأها على مهلك هاو معناها كيفة بتسعر وسيلة المواصلات ازاي هو راح هناك يعني فممكن تقول له طبعا ده من خلال القطعة تقرأ القطعة وتعرف ان هو راح بالسيارة بعد كده بيقول لي هنا اللي هي معنى لماذا ليه انت بتعتقد ان الكاتب كان متحمس او متعجب من الطريق ده فطبعا من خلال القطعة هتلاقي الجملة دي مكتوب عندك يعني نكمل يهم بالاشجار الخطرة بعد كده بيكون عندي سؤال اختياري على القطع برضو الثلاثة السيارات بتحللوا من القطع خلي بالك الكلمة دي بتعني شيء جميل او الرائع اللي هي كلمة السؤال البعده خلي بالك التقس كان يعني مشمس طبعا ده من خلال القطعة لازم ترجع للقطعة بعد كل سؤال هنا بيقولي خلي بالك الناس بتبدأ طبعا الشباب برضو من خلال القطعة انت بتحلش من دماغك كل ده ينفع فتدت تقول له لان ده موجود في القطعة بعد كده عندي سؤال الاختياري بيقول لي هنا حبص في الاختيارات عندي لا يليعب واحدة بس اللي خطر اللي هي هي بتعتقد ان اللابة دي خطر جدا اللي هي تسلق الجبال السؤال البعده او تسلق الصخور السؤال البعده بيستمعوا بحرص الى معلميهم كما تحرص اللي بعد كده بيقول لي my birthday is not ومديني هنا تاريخ كامل خلي بالك لما يكون عندك اليوم والشهر والسنة لازم استخدم on السؤال البعده بيقولي طيب نرتدي الكوت اللي هي المعطف علشان نحمي انفسنا لكي يحمي لها to protect صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول some people use fire to keep نقاط خلي بالك بيقولك بعض الناس بيستخدموا النار علشان يبقوا دافئين كلمة دافئين اللي هي كلمة warm يبقى عندي keep warm السؤال البعده بولي this is my photo نقاط it has all my photos خلي بالك في كل الصور بتاعتي يبقى ديها شبعا الصور بتاعه يبقى كلمة album السؤال البعده بولي he put on a head to protect not from the sun خلي بالك هو بيرتدي الطائعة علشان يحمي نفسه ادفعنا ان كلمة he عايزة himself السؤال اللي بعد كده بيقولي they talk about not all the time طبعا شباب they عايزة معها themselves يبقى قول هنا they talk about themselves السؤال اللي بعده the film not wasn't good but I liked the music خلي بالك بقى عندي هنا الفيلم ده شباب هي سؤالك ان الفيلم itself يبقى عندي غير عاقل باستخدم معاك المت itself الفيلم نفسه يعني ما كانش كويس ولكن الموسيقى كانت عجباني السؤال اللي بعده سؤال خلي بالك بيكون عندي اربع نواط عليهم اربع درجات كل علينا شئ الكلمة الغلطية وقت المكان ها كانوا صح هنا بقول لي let's paint the house طبعا بيكلم عن نفسنا كلنا يعني بقول له let's paint the house our selves طبعا فاش اقوله بنفسكم لكن بأنفسنا بيقترح اقتراح فبيقترح اقتراح يبقى لي our selves كانوا بيقترح على نفسه وعلى ناس معين بأنفسنا السؤال اللي بعده i repaired the bike itself برضه يا شباب i ما يجيش معها itself لكن يجي معها myself السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا why don't you clean the windows ويجيب لي همس طبعا مفعش انا بسألك انتا اللي هو you يبقى you عايزة معها yourself yourself السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا thousand and i worked خلي بالك and i d وحد تاني يبقى هي اصلا we هي ourselves يبقى عايزة يقول لك هنا ذهبنا الى المحل بنفسنا اللي هي ourselves اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي